يلا نعمل كفتة فراخ حلوة جدا بصوص زبادي منعش ويجنن هحتاج ربع كيلو من الورايك وربع كيلو من الصدور على طول خلوها ورايك على صدور حاطت عليهم شوية ملح فلفل اسود بهرات وبدر التوم وبدر بصل ورشة صغيرة من الحبهين مهم جدا من نصهم يبقوا صدور ويبقوا والنص التاني يبقوا ورايك عشان الكفتة بتاعتك تبقى متوازنة لا هي نشفة قوي ولا طرية قوي فرمطوم كويس جدا مع بعض وهضيف عليهم 3 معالق كبور من البقدونس يكون مفرومين ناعم 3 معالق كبور من البصل يكون مبشور ومتصفي كويس ونص معلقة صغيرة من التوم هخلط كل الحاجات دي مع بعض وهسيبها في التلاجة شوية عشان يبقى تتشكلها اسهل بكتير سبتها مفيش في التلاجة ربع ساعة هابللي ايدي بقى يا اما بمية البصل اللي احنا صفناه يا اما بزيت وانا افضل الزيت اكتر وبعدين هبدأ اشكل الكفتة بتاعتي على شكل كور على شكل صوابع زي ما انتو عايزين كورة بالمنظر ده او صوابع كده مبكبكة كده شوية ومكلبزة انا عملتها صوابع مكلبزة هدخلها التلاجة برضو شوية ابدأ قبل ما حمرها عشان اضمن انها تفضل معايا متماسكة في طوصة هحط معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت وهحمر الكفتة بتاعتي بعد ما حطتها مش بقلبها كتير يا دوبك بس اول ما تبدأ تاخد لون هقلب على الوش التانية عشان تاخد لون انا بدي الكفتة بتاعتي بس تشميعها مش بسوية لو انا هسوي الكفتة في المرحلة دي ومش هحط عليها صوس يبقى بعد ما حمرها كويس هغطيها واسبها لحد ما تكمل سواها بس حمرت الكفتة بتاعتي تعالوا با نجهز الصوس هنحتاج كباية من اللبن عليهم معلقة كبيرة من النشا عليهم ربع كباية من الزبادي هقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا اشناتأكد ان ما فيش اي تكتلات فيها وبعدين في طوصة هنحط معلقة من الزبدة ونص معلقة صغيرة من التوم المفروم هقلبهم مع بعض كويس وبعدين هضيف الصوس اللي احنا خلطناه اللبن والنشا والزبادي هقلبهم واسبهم على النار بس تيغلوا في طواجن في بايركس في صانية هرس الكفتة بتاعتي وبعدين هنزل عليها بالصوس اللي يضوب الغلي هدخل فرن يكون سخنة على درجة حرارة مطين لحد ما الكفتة بتاعتي بس تتشمع كده وارش عليها رشم البقدونس وبس بقى عندي كفتة طعمها وريحتها يجني انو مش قادر وصف لكم الريحة عاملة ازاي شوية رص جنبها وبقى عندنا وصفة اتمنى الوصفة تكون عجبت واشوفكم على خير في وصفات جديدة وبي باي